نظم مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إجازاً إعلامياً حكومياً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تحدث خلاله سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن استعدادات الوزارة للعودة المدرسية كما قام سعادته بزيارة إلى عدد من المدارس بالتزامن مع عودة المعلمين كذا سعادة وزير التربية والتعليم خلال الإجاز الإعلامي أن النظام التعليمي سيكون وفق ألية الإشارة الضوئية وأن حضور الهيئات التعليمية والإدارية بالقطاع الحكومي سيكون بحسب احتياجات الوزارة لكل مستوى مضيفاً أنه تم إنشاء ونقل عدد من الفصول المصنعة الإضافية لتغطية الحاجة من التوسع للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية وأشار الوزير إلى استكمال طباعة الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد وإلغاء مركزية الفصول الافتراضية بحيث تكون جميع المدارس هي ذاتها مراكز البث مضيفاً أنه سيتم تعزيز التعليم خصوصاً في الحلقة الأولى إضافة إلى توفير المزيد من البرامج التدريبية للتمهن خلال العام الدراسي الجديد وحول الهيكل الجديد للوزارة بيّن الدكتور ماجد من علي النعيم أنه يشكل امتداداً لجهود مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب منوهاً إلى تطبيق نظام المناطق التعليمية ضمن هذا الهيكل وبيّن أنه تم الانتهاء من إنشاء مباني أكاديمية جديدة في ثلاث مدارس قائمة وتوفير تجهيزاتها وتنفيذ برنامج للصيانة الشاملة للمدارس وتوفير الاحتياجات التشغيلية لثلاث مدارس تم إخلاؤها في السابق والتنسيق مع متعهدي خدمة المواصلات لتوفير خدمة نقل الطلبة وأوضح سعادته أنه تم تطوير الكتب المدرسية بما يعزز مهارات ومتطلبات العصر الحديث وأضاف سعادته بأنه تم رفع جميع الكتب التي تمت الموافقة على طباعتها على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وعددها 116 كتاباً وإنتاج 500 درس إلكتروني جديد وكذلك تحويل الدروس إلى صيغة فيديو لتحميلها على قنوات اليوتيوب كما استعرض الوزير أبرز جهود مملكة البحرين في ضمان استدامة التعليم خلال فترة جائحة كورونا وخاصة عبر البوابة التعليمية التي تجاوز عدد زياراتها 68 مليون زيارة إلى جانب الدروس التي تبث عبر 14 من قنوات اليوتيوب وإطلاق الدروس المتلفزة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام وكذلك الدروس الافتراضية المباشرة هذا وقد زار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عددا من المدارس بالتزامن مع عودة المعلمين حيث التقى القيادات المدرسية والمعلمين والإداريين والفنيين وحثهم على مواصلة ما بذلوه من جهود استثنائية خلال الجائحة لضمان توفير الخدمات التربوية والتعليمية في الواقع وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتوجهات سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه وبدعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه استعدت للعودة المدرسية بكل الإمكانيات من حيث العمل المتواصل على توفير البيئة التعليمية الآمنة التي تتصف بجميع الإجراءات المطلوبة من نواحي الصحية والإجراءات الاحترازية هذه مهمة لنا كوزارة التربية والتعليم لأنها تتعامل مع ألاف الطلبة والأخوة العاملين في الميدان التربوي اليوم الحمد لله بدأنا في أول يوم نتأكد أن جميع الأمور جاهزة لكي نستقبل أبناءنا الطلبة والطالبات من خلال بيئة آمنة صحية كما اطلع الوزير على ما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة عودة الموظفين والطلبة والتي شاملت الصيانة الشاملة والجزئية واستكمال أعمال النظافة والتأكد من سلامة ما يتعلق بالكهرباء والمكيفات وغيرها وتوفير الإجراءات الاحترازية كلنا فريحين بلقاء إن شاء الله أبنائنا على الأسبوع القادم ونرحب أخواننا المعلمين في مدرساتهم ونشكرهم كل الشكر لما قاموا به من جهود جبارة يشكرون عليها أثناء جائحة كورونا ومشاء الله يعني النتائج كانت طيبة وجزاهم الله ألف خيرية الكل راجع بحب وحماس وعطاء وإن شاء الله نعطي هذا العام مثل ما عطينا في الأعوام السابقة وإحنا إن شاء الله مستعدين لعودة أبنائنا الطلبة الأسبوع القادم سواء في الحضور المباشر أو التعلم عن بعد منذ بداية اليوم الأول ودارة المدرسة تستعد لاستقبال أبنائها الطلاب وأيضا المعلمين من خلال جملة من الورش التي قامت المدرسة بإعدادها وكذلك من خلال مجموعة من اللجان التي تم إعدادها بقصد استقبال الطلاب وتوفير بيئة آمنة لجميع أبنائنا المتعلمين في ورش للمستجدات بدنا فيها من اليوم إن شاء الله في استخدام التمز والبواب التعليمية والأدوات الرقمية على الأساس يكونون مجهزين وجاهزين للعروض الافتراضية أو البث الافتراضي للصفوف إن شاء الله من ناحية الصفوف والصفوف الافتراضية طبعا دخلنا ورش على حساب البوابة التعليمية وعدينا الدروس وعطونا ورش عمل عن استخدام التمز وشلون الإضافات الجديدة اللي راح تكون بداية هذه السنة ونتمنى تكون الصفوف هذه مكمل عصوف اللي راح يضونها الطلاب في داخل المدرسة وإن شاء الله إن شاء الله يكون العام ناجح من حيث سلامة الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية للطلاب كما استمع سعادة الوزير إلى شرح عن برنامج عمل المدارس منذ اليوم وحتى موعد استقبال الطلبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر